يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإيايا فاعبدون كل نفس ذائقة الموت كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون وكذلك آزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون أما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون وقالوا لولا أوزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله إنما أنا نذير مبين أولم يكفيهم أن نعنزلنا عليك الكتاب يسلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسما لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشعهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإيايا فاعبدون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا على ربهم يتوكلون الذين صبروا على ربهم يتوكلون وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقبر ليقولن الله فأنا يؤفكون الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم ولئن سألتهم من نزل من السماوات فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب إن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين لو الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم مشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أَوَلَمْ يَرَوَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطَّفُ الْنَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَبِ الْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ مَنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَكَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًا لِلْكَافِرِينَ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِي نَعَلَ نَهْدِينَهُمْ سُبُلَنَا إِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِيهِ أَحْسَنُوا إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا وَآمَنَّا بِالَّذِي يُنْزِلَ إِلَيْنَا وَانْزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدُونَ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ وَكَذَلِكَ آزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابِ فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون أما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون وقالوا لولا أوزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين أولم يكفيهم أن نعنزلنا عليك الكتاب يسلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسنن لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشعوا العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإيايا فاعبدون كل نفس ذائقة الموت كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا على ربهم يتوكلون وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم قال إن سألتهم من خلق السماوات والأرض سخر الشمس والقبر ليقولن الله فأنا يؤفكون الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم ولئن سألتهم من نزل من السماء فأحيى به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون بل أكثرهم لا يعقلون وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب إن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين لو الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم مشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أَوَلَمْ يَرَوَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطَّفُ الْنَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَبِالْبَاطِلْ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ مَنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهَا أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًا لِلْكَافِرِينَ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِي نَعَلَ نَهْدِينَهُمْ سُبُلَنَا إِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون وكذلك آزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون أما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون وقالوا لولا أوزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يسلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسنا لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشاه العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإيايا فاعبدون كل نفس ذائقة الموت كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون كل نفس ذائقة الموت والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا على ربهم يتوكلون الذين صبروا على ربهم يتوكلون وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم قال إن سألتهم من خلق السماوات والأرض سخر الشمس والقبر ليقولن الله فأنا يؤفكون الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم ولئن سألتهم من نزل من السماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون بل أكثرهم لا يعقلون وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب إن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين أو الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم مشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أولم يروا أننا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا إن الله لمع المحسنين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّا بِالَّتِيهِ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا أَمَنَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَانْزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدُونَ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ وَكَذَلِكَ آزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابِ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمِنْ هَأُولَاءِ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ أَمَا كُنتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيمِينِكَ وَلَا تَخُطُّهُ بِيمِينِكَ إِذَا لَرَتَابَ الْمُبْطِلُونَ بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون وقالوا لولا أوزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله إنما أنا نذير مبين ولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب يسلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسنا لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشعوا العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإيايا فاعبدون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا على ربهم يتوكلون الذين صبروا على ربهم يتوكلون وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقبر ليقولن الله فأنا يؤفكون الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم ولئن سألتهم من نزل من السماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون بل أكثرهم لا يعقلون وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب إن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعالمون فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين أو الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم مشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أولم يروا أننا جعلنا حرما آمنوا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ومن أعلم من افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاء أليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا إن الله لمع المحسنين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون وكذلك آزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون أما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون وقالوا لولا أوزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله إنما أنا نذير مبين أولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب يسلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإيايا فاعبدون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا على ربهم يتوكلون وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقبر ليقولن الله فأنا يؤفكون الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم ولئن سألتهم من نزل من السماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون بل أكثرهم لا يعقلون وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب إن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعالمون فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين لو الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم مشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أولم يروا أننا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ومن أظلم من من افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا إن الله لمع المحسنين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون وكذلك آزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون أما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون وقالوا لولا أوزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين ولم يكفيهم أن نعنزلنا عليك الكتاب يسلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشعهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإيايا فاعبدون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا على ربهم يتوكلون وكإن من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقبر ليقولن الله فأنا يؤفكون الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم ولئن سألتهم من نزل من السماوات فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون بل أكثرهم لا يعقلون وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب إن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعالمون فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين لو الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم مشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أَوَلَمْ يَرَوَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطَّفُ الْنَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ مَنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهَا أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًا لِلْكَافِرِينَ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِي نَعَلَ نَهْدِينَهُمْ سُبُلَنَا إِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون وكذلك آزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون أما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون وقالوا لولا أوزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين أولم يكفيهم أن نعنزلنا عليك الكتاب يسلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسنن لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشاه العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإيايا فاعبدون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا على ربهم يتوكلون وكأيهم من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض سخر الشمس والقبر ليقولن الله فأنا يؤفكون الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم ولئن سألتهم من نزل من السماوات فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون بل أكثرهم لا يعقلون وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب إن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعالمون فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين لو الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم مشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أَوَلَمْ يَرَوَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطَّفُ الْنَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ مَنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهَا أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًا لِلْكَافِرِينَ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينا لَنَهْدِينَهُمْ سُبُلَنَا إِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون وكذلك آزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون أما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يسلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجلوا مسنا لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشاه العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإيايا فاعبدون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا على ربهم يتوكلون وكعيم من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض سخر الشمس والقبر ليقولن الله فأنا يؤفكون الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم ولئن سألتهم من نزل من السماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون بل أكثرهم لا يعقلون وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب إن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعالمون فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين أو الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم مشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أَوَلَمْ يَرَوَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطَّفُ الْنَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ مَنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهَا أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًا لِلْكَافِرِينَ والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا إن الله لمع المحسنين